مشاهدينا تسعى صباحاً وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكراً جمعنا التسعى بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف واتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة حيث تم التأكيد على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول أطر وأفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما كما رحب الزعيمان خلال اللقائهم بالقمة المرتقبة التي ستصطدفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين أقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكلفات واضحة من رئيس السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وخلال جولة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية أكد رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجب مشروعات ضخم غير مسبوق مضيفا أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية وشدد مدبولي على ضرورة الإسرائي بمعادلات تنفيذ المشروعات القائمة للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المخطط كما أوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب وجهات الأبراج وأعمال تنصيق الموقع قال المستشار الألماني أولعف شولتس أن مجموعة الدول السبع ستؤكد في قمتها القادمة أن أوكرانيا ستتلقى الدعم الذي تحتاجه ما دام ذلك ضروريا وأكد شولتس في مقابلة مع وكلة الأنباء الألمانية أنه يرغب في استغلال الاجتماع المقبل مع زملائه من قادة مجموعة السبع في بافاريا لمناقشة الوضع في أوكرانيا على المدى الطويل كما أشار شولتس إلى أنه ناقش مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا وأوكرانيا إمداد كييف بمزيد من الأسلحة وعلى وجه التحديد الذخيرة والمدفعية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولتنبرغ إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا قد تستغرق سنوات وأضاف أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية وشدد ستولتنبرغ على ضرورة دعم أوكرانيا حتى لو كانت تكلفة مرتفعة ليس من أجل الدعم العسكري فحسب الضل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية أرسلت تواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة هونج هي التي تكافح انتشارا لمرض معاوية وطلقت حتى الآن نحو 800 عائلة ممن يعانون من الوباء مساعدات في المقاطعة الجنوبية ويضع التفشي الجديد للوباء الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الخميس الماضي المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية التي تواجه أيضا موجة من حالات الإصابة بفارس كورونا قالت إدارة الإطفاء اليونانية أن حريق غابة خرج عن السيطرة في جزيرة آفيا ثاني أكبر جزيرة في البلاد والتسعى نطاق الحريق بسبب الرياح العاتية عبر منخضرات غابة جبلية في جايا وأمرت السلطات بإخلاء قرية كريما ستوس كإجراء احترازي بعد اقتراب الحريق لمسافة 800 متر من بعض المنازل وتعرضت جزيرة آفيا لحرائق غابات مدمرة الصيف الماضي دمرت نحو ثلث غاباتها أما رياضيا فيصدف الأهل الليلة الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدور الممتاز ويدخل المارد الأحمر قمة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد أربعين نقطة من سبع عشرة مباراة حقق فيها الفوز في اثنتين عشرة مباراة وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة بينما يدخل الفارس الأبيض المباراة متربعا على صدارة جدول الترتيب برصيد أربعين واربعين نقطة من عشرين مباراة حقق فيهم الفوز في أربع عشرة مباراة وتعادل في مبارتين وتلقى الهزيمة في أربع مباريات نهاية منجزة تسعى نعود الاستكمال الباقي فقراء الصباح الخيرية مصر بعد الفاصل